أنا اسمي حسان مهدي لعب سابق في مصر في أندية زي أندية المعين العرب الزمالك إمبي لعبت منتخب الشباب منتخب مصر وعكذا لأسف توقفت في سبب الإصابة دخلت في كديد تدريب بدري جدا في هولندا وأنا كان عندي تقريبا 27 سنة نهاردة هتكلم معاكو في حيات خصة طاعات الناشئين بشكل خاص يعني وأولادنا الصغارين بشكل خاص في سن البراعم لحد تقريبا 18 عشر سنة هنركز في المحارة دي جدا لإنه المحارة المهمة اللي محدش بيركز فيها للأسف كمدرب كلاعب كأي حد في موظومة كورت القدم لازم يهتم بيها عشان ده اللي بيكمل وده اللي بيبقى النواة لكورت القدم في أي بلد جالي أسئلة عن أولا أنا إزاي أصلا أعرف إن إبني موهوب وإزاي أقدر أحكم اللي إبني يقدر يلعب في أوروبا وإيه المقارنات وإيه الاختلافات ولازم أعمله عشان نوصل لحاجة دي خلانا تكلم عن أول إزاي أنك تعرف إن ابنك موهبة عموما الموهبة موجودة في أي مكان اللي دايما بيفرق موهبة عن موهبة هو اللي اهتمام بيها وإن إزاي تحافظ على الموهبة دي عشان توديها أبعد حاجة في كورة القدم اللي تخليه لعيب محترم بتبدأ من سن صغير جدا 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 اللي خلينا نتكلم إن هو سن اللي فيه بتبدأ من 6 سنين فيه بتبدأ من 5 سنين بس إحنا خلينا نتكلم إن سن 8 سنين هو اللي بتبدأ اللي يلعب فيه تقريبا مسابقات فهو السن ده اللي إحنا لازم نركز فيه جدا على تعليم أسيات كورة القدم فلازم ابنك يكون عنده أسيات كورة القدم بتعلمها بشكل كويس جدا ولازم أنت كمدرب تكون حريص جدا إنك تكون دارس وفاهم وعلى علم بكل سن في قطاعات الناشئين بالذات في البراعم إنت إزاي تشتغل معاه إزاي تهتم به إزاي تطوره فنيا إزاي تكون حريص جدا إنك ما تعملش حاجة يخلي ولد يكره كورة القدم أو يبقى الموضوع بالنسبة له عبق مش فن ومش حاجة هو مستمتع بيها كمان الحاجة المهمة اللي طبعا الضغوطات اللي بتحطي على الولاد من سن صغير جدا بالذات في البيت لازم تخلي الولد يعيش سنه الطبيعي لما ينفعش تحط ضغط كبير جدا على سن صغير ولد كل هم إنه هو يستمتع بيها كورة القدم وبيروح للنادي أو بيروح للمدرب مش محتاجة كمان إن المدرب يعاده له إنت كل المسلمين أنك تتعلم أسيات كورة القدم بدون ضغوط كل المسلمين أنك إنك كالعيب إنك تتطور وتبقى أحسن وتتعلم كل البيسيك سكيلز اللي هي أنت مهمة جدا عشان تعلمها عشان تكمل في كورة القدم فبتبدأ توصل للمدرب بعدها عشان سنين يبدأ بقى المدرب مثلا يقول لك نادي كورة من A لB حاجة سهلة جدا بتبدأ بس تحط للولد خطوط عريضة بسيطة جدا بيبقى فيها برضو فيها شعرة بسيطة جدا أو إنك إنت تخلي الولد بيتعلم بس كمان ما بتدولهش أمور تكتيكية معقدة صعبة تخليه يفكره وأنا فين أنا بعمل إيه أصلا فهي دي بقى الحاجات اللي إحنا جماعة نتكلم فيها إنك الدراسة مدرب كورة القدم مرتبطة بالموهبة يعني ما ينفعش تجيب مدرب كورة القدم مش دارس هيأثر على الموهبة يعني بشكل غير مقصود لإن هو في الآخر المدرب أكيد حاج بيساعد الولد بس لو مدرب مش دارس وعارف إيه اللي المفروض يعمله في السن ده هيبقى الموضوع في صعوبة كمان تخطيط المسابقات يا جماعة مهم جدا إن احنا نعمل تخطيط المسابقات بشكل مناسب للسن ما ينفعش مثلا ولد عنده 15 سنة أو عنده 14 سنة لسه ما بلعبش اللي بنصير عندنا هنا مثلا في هولندا بيبدأ من سن 11 سنة بالولد بنعب 11 ضد 11 بتلاقي الملعب كبير جدا عليه بس هي دي بقى الفرقات اللي أنا هقولك عليه هي دي بقى اللي انت لازم تسمعني كويس قوي عشان تعرف إيه الفرق في مصر الولد تطوره متأخر يعني ايه تطوره متأخر يعني بيبدأ يلعب مطشاط اللي هي 11 قانونيا يعني زي ما نقول عليها في مصر من شكل متأخر فبتأثر على التطور بتاعه فنيا تكتيكيا الحاجات دي كلها اللي هي بتبقى هنا الولد 11 سنة بدأ فيها بدري جدا وبدأ فيها ما تحطش عليه ضغوط يعني ما كناش مستنينك انك انت تكسب وانك انت تبقى تاخد البطولة لا احنا بنقول لك واجبات كل مركز بسهولة ببساطة ايه اللي انت مفروض تعمله ايه اللي مفروض تعمله في حالة الهجوم في الدفاع في التحولات من الهجوم للدفاع في التحولات من الدفاع للهجوم ايه اللي لازم تعمله حاجات بسيطة جدا في positions بتاعتك انما تكتيكيا وطرق لعب وفورميشن مختلفة والحاجات دي كلها احنا بنحاولش انعقب بها الامور وعلى النقيد في مصر بقى هتلاقي ان الولد بيلعب بقى مثلا احنا سنة لازم تكسب ولازم هدفنا الاول هو المكسب مهم جدا انك تحط ضغط على الولد وكمان انك انت تعلمه وتأسسه فانت ماشي في اني التجاه هل انت كمدارب ماشي في اتجاه التأسيس والتعليم واذا انت ماشي في اتجاه انك انت عاوز تكسب عاوز يبقى طموحك الشخصي هو الاهم ولا انت بتشتغل للعب هي دي برضو بتختلف بتختلف من مدرسة لمدرسة هنا في هولندا مفيش كده في رولز بتحط لكل سن المدارب بيشتغل من خلال الروز دي مفيش حد بده يكسرها الاتحاد الهولندي بيجي يبص على الحاجات دي اذا كان بتطبق ولا لا بشكل ازبوعي يعني هتلاقي في كل مدارب فيه حد من الاتحاد الهولندي قاعد بفجأة المدارب بيشوف كل حاجة ماشية صح وبيدرسه وبيطوره فهي دي اللي اختلفات فيه حد هنا قاعد على طول بيدرس ايه اللي لازم يطور ايه اللي لازم يبقى احسن وفيه حد الناحى التاني قاعد مفيش تطوير مفيش اهتمام بالموهبة فهيبقى الموضوع صعب جدا واخد بالك ما ينفعش نحط المسؤولية على حد الوقت او حد من خمس سينة او حد عشر سينة الموضوع بدء من زمان جدا احنا عندنا نقص في تأسيس الموهبة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة